اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهل الليلة واللي بيشرفني بيناورني فيها الكاتب الصحفي والناقض الرياضي الأستاذ إهاب الخطيب بتعودين معنا كل يوم سبتة هذه الفقرة سبتة وفقرة مهمة جدا ودائما مليئة بالكواليس والأسرار والنهاردة عندنا معلومات مهمة جدا سواء فيما هو متعلق بالأهل أو حتى كرة المصرية بشكل عام أستاذ إهاب منور الدنيا وأخبارك إيه؟ أهلا بجاء محمد وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأقلي بصراحة الواحد بقى يجي الحلقة دي كده يعني مجهز نفسه وجاي إن شاء الله عايزين نقول حياة كويسة ودائما بنحافظ دائما على بدايتنا المعتادة خليك في البيت وربنا عد علينا الأيام دي على خير وإن شاء الله أمورنا أفضل من ناس كتير لكن لازم وعي الناس يزيد أمحمد وعي الناس في بعض الأماكن يعني الأفراح اللي فيها أعداد كتيرة التجمعات يعني التقديم حتى واجب العزاء يعني في حاجات لازم تتقنن شوية عشان الأمور تبقى تحت السيطرة أكتر من كده والمدة ما تطولش كمان ما هو بقى الناس لازم تاخد بالها من دي يعني الناس لازم تاخد بالها من دي ولازم تاخد بالها إن الحاجات دي لمصلحتها هي يعني أي حد بيعمل كده لمصلحتك قبل ما تكون مصلحت أي حد تاني لأن الضرر هيكون بالك على الجميع طبعا طبعا وكلها يعني الفاتورة دي كل ما تعلى كل ما كلنا نحاسب عليها نحاسب عليها بعيدا عن الجانب الاقتصادي خلينا في الجانب الصحي الأول الاقتصاد في دولة كبيرة في دولة عظيمة في إدارة دولة كبيرة جدا ماشي بالجانب الاقتصادي ولا أنجح ولا أروع لكن خلينا في الجانب اللي يخصك أنت صحتك وصحت أسرتك وصحت أولادك لعالم كله الرئيس الوزراء الإنجليزي الرئيس الأمريكي كل الناس كلها كل رسائلها كان فيها نوع من الخوف عندنا السيد الرئيس السيسي قالك اتطمنوا ففيش وقت حاجات كده احنا لازم نقف قدامها محمد بشكل كويس لكن في الآخر نحمد ربنا أن بلدنا عايزاك أنت كويس على الصحياتك كويسة دي أهم حاجة في الأول وبعد كده أتكلم في أي حاجة تانية إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن بإذن الله طيب